النهاردة بقى هقولك ازاي ترجعي الطاصة المحروقة بتاعتك كده جديدة زي الفل من غير ما تتعبي شوية مكونات بنرميها هرجع الطاصة بتاعتك جديدة مهما كانت نسبة الحروق او الدهون اللي عليها شايفة؟ شايفة المنظر عامل ازاي؟ هتنبهري من النتيجة تابعي باعي الفيديو عشان تعرفي نظفتها ازاي لو اول مرة بتشوفيني انا منعمين اتمنى تدعميني بلايك وتعليق ويلا نسمي الله اول حاجة كده جبت حلة كبيرة وحطيت فيها مية وجبت كمان طمط ماية كان ببايزة عندي في التلاجة وحطيت كمان لمونتين برضو كانوا بايزين وضفت عليهم بقى معلقتين كبار من ملح اللمون وكمان ضفت عليهم معلقتين كبار من البيكنج سودا واول ما بتحطيهم الى الكاربوناتا اول ما بتحطيهم بيحصل فوران كده ضفت كمان نص كباية من الخل الابيض وضفت عليهم معلقة كبيرة من النشادر وبعد كده ضفت معايا هنا باكت من البيكنج بودر يعني استخدمت منه حوالي معلقتين سبت المكونات دي بقى تغلي كويس جدا وبعد كده جبت الطاصة بتاعتي وابتديت بقى ان انا دخلها جوه الحلة بصراحة كنت عايزة حلة اكبر من كده ولكن دي كانت اكبر حلة عندي سبتها شوية كده وبعد 5 دقايق من غليان المية شايف اللون المية تغير ازاي جبت بقى ظهر معلقة كده وابتديت ان انا اشيل الدهون انا لسه ما عملتش اي حاجة يعني ضوبك فات 5 دقايق بس بعد كده جبت سكينة بقى وابتديت ان انا اشيل اول طبقة كده من الدهون اللي كانت في الطاصة شايفة بتنزل بمنتهى السهولة بعد كده هرجع احط الطاصة تاني في المية لمدة 5 دقايق او 10 دقايق شايفة المنظر الطاصة بتديت تدخل في الحلة عشان نسبة الدهون او الحر ابتدى يقع من عليها شايفة عاملة ازاي المهم ان انت لازم تشتغلي في الطاصة وهي سخنة بعد كده دخلتها تاني وبتديت بقى ان انا اشيل اول طبقة كده بالسكينة او بضهر معلقة اللي عندك شايفة نسبة الدهون والهباب اللي طالع من الصنية او الطاصة بتاعتي هبتدي بقى كمان انا اضافها من جوة وبعد كده هرجع تاني احطها في المية يعني كل ما حس ان الدهون بطلت تطلع او الحاجات دية ارجع ادخلها في المية تاني شايفة تابعي معي الفيديو للاخر عشان هتنبهري من النتائج بعد ما نضفت الطاصة بقى يعني على قد ما قدرت بعد كده جبت بقى شوية من ملح اللمون حوالي معلقة صغيرة معلقة من الكربوناتو ومعلقة كمان من النشادر وحطيت شوية من البيكنج بودر يعني بما يعادل كده معلقة او باقت الكيس واخر حاجة حطيت حوالي معلقتين كبار من سائل الاطباق دو وحطيت شوية صغيرين كده من الخل حصل فوران وبعد كده بقى سبته شوية حوالي خمس دقايق وجبت بقى المعلقة بتاعتي وبتديت ان انا برضو احاول ان انا اشيل اي دجون او اي ترصبات او حرق كده على قد مقدر وجبت كمان السلكة ونضفته زي ما انت شايفة كده عشان انضف الطاصة بتاعتي وكمان نضفتها من جوة كده زي ما انت شايفة عشان تبقى نضيفة شايفة المنظر يعني تتخيالين دي كانت الطاصة المحروقة اللي شوفتيها في اول الفيديو بصراحة يعني النتيجة بالنسبالي كانت مرضية جدا يارب الطريقة تكون بسيطة وعجبتكو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته